إلى فلسطين حيث أكدت مصادر التلفزيون العربية استشهاد الشاب الفلسطيني سعد الأطرش برصاص قوات الاحتلال بعد الاشتباه بنيته طال جندي إسرائيلية في مدينة الخليل بالضفات الغربية في المقابل جرح ثلاثة جنود إسرائيليين في عملية دهس نفذها فلسطينية لاذا بالفرار قرب مستوطنة ريات أربع أو كريات أربع بشمال الخليل وأكدت مصادر التبية أن اثنين من الإصابات طفيفة بينما سجلت الإصابة الثالثة على أنها خطيرة يأتي ذلك مع تسليم سلطات الاحتلال للهلال الأحمر الفلسطيني جثماني الشهيدين رائد جرادات ومحمود غنيمات الذين قتلوا برصاص الاحتلال قبل عدة أيام في الخليل